ذاكرة التاريخ أحداثا شهدها هذا اليوم الثاني من أبريل عام 1922 عرف تعيين جوزيف ستالين أول أمين عام للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي وفي اليوم ذاته من عام 1948 وقع الرئيس الأمريكي هاري ترومان خطة مارشال التي تمنح خمسة مليارات دولار لمساعدة 16 بلدا بعد الحرب العالمية الثانية شهد اليوم ذاته من عام 1973 اختراع أول هاتف خليوي في العالم وذلك في مدينة نويورك الأمريكية وفي عام 1976 منحت فرنسا في مثل هذا اليوم لأول مرة جائزتها سيزار للسينما